للمكان التاريخي قيمة ثرية لا تتغير عبر الأزمان قصر شبيب المكان الأثري الوحيد وسط مدينة الزرقاء وتمت صيانته على مراحلة وأخذ مدة عشر سنوات إلا أنه غير مستغل ثقافيا وفنيا والفعاليات التي كانت تقام به انتقلت إلى عمان حتى الأماكن التراثية والتاريخية لم تسلم من الأياد العابثة على الجدران وسحنا دورنا كدارة أثار عامة أو كقطاع عام أنه نأهل البنية التحتية ونأهل المكان ألا الفعاليات هاي المفروض أنه القطاع الخاص هو اللي يباشر أو يبادر لعمل أي فعاليات ثقافية أو سياحية أو فنية لقد تغيرت وظيفة هذا المبنى من عصر إلى آخر حيث شيد كقلعة حربية في العصر الروماني وفي القرن السابع الميلادي وإبان الفتحات الإسلامية تحول إلى محطة للمسافرين واستمر يشغل هذه الوظيفة إلى العصر العثماني حيث استخدم كموقع لحماية حرس الحجاج القصر يتخذ نفس أسلوب البناء في العمارة الإسلامية من حيث الواجهات الخارجية والأجزاء والتقسيمات الداخلية لكن لم يتبق من هذه العلمات الكثير حيث توجد في كل واجهة نافذة خاصة بالرمى وتحول إلى محطة للمسافرين وتمت إعادة استخدامه في العصرين المملوكي والأيوبي تصميم هذا المكان يؤهله ليكون منارة ثقافية بامتياز قصر شبيب في الجهة الغربية من مدينة الزرطاء يتسع لأكثر من أربعمائة شخص يوجد به خشبة مسرح فضلا عن المساحة الواسعة استخدام هذا المكان سياحيا وثقافيا أن يعمل على استغلاله بالشكل الأفضل بما يخدم المشهد الحضاري للمدينة برمتها أيمن لحمود المملكة مدينة الزرطاء